وَرَبْ يَمْوَعُ الْحَيَامِ في ظل ظروف مأساوية صعبة يعيشها بعض المسيحيين العرب في هذا الشرق الجريح يأتي بناء الكنائس من الأمر الصعب أما في الأردن فإن الأمن والأمان مناخ مناسب لإعطاء كافة الحقوق للمسيحيين وفي ذلك يأتي تتشين البطريارك اللاتيني فؤاد الاطوال لكنيسة لاتينية جديدة علامة فارقة في القرن الحادي والعشرين حيث شيدت البطرياركية اللاتينية على أحد هضاب مرج الحمام في عمان كنيسة حملت اسم شهداء الأردن في دلالة لأولئك الذين رووا بدمائهم ثرى الأردني الطهور نورسات التي واكبت احتفال التتشين توقفت عند كلمة راع الكنيسة الأبحنى كلداني الذي شكر كل الحضور كما شكر الأشخاص الذين بفضل دعمهم المادي تم إنشاء الكنيسة الجديدة وأذكر المؤمنين بما قولت سلفكم الطيب الذكر البطريارك منصور براكو في القرن التاسع عشر لكاهن الكرك الأبي اسكندر مكانيو هذا الشعب كله محترما وأحببه فمنه سوف يخرج الكاهنة والأساقفة والبطاركة وبنات الكنائس فبناء الكنيسة هي إحدى معطيات النضوج الكنسي المسيحي الذي بلغ سن الرشد وبنى الكنائس وأدار مؤسساته وحافظ على الطابع المحلي للكنيسة الأورشلمية بجانب دورها المسكني وبناء الكنيسة أيضا يدل على الأمن والاستقرار والأمن والأمان الذي ينعم به الأردن بشعبه الطيب وبقياتته الهاشمية وعلى رأسها جلال السيدنا الملك عبدالله الثاني من الحسين المحظم وفي المراسم الليتروجية عبر البطريرك الأطوال عن تواصل الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية وذلك بوضع ذخائر القديسين شربل ورفقة واستفان وإيميلي ديفالار وميري ألفونسين في داخل المذبح الجديد ووضع البخور في خمسة مواقع على المذبح في دلالة على جروحات المسيح وفي عيضة القداس بعد تلاوة الإنجيل المقدس قال البطريرك الأطوال احتفلنا في عيد الصليب ولكل من صليبه الخاص الذي يحتمل به مشقات الحياة نحمله أداة لخلاصنا واليوم في عيد مريم التي كانت جالسة عند صليب يسوع نطلب شفاعتها ونحتفل في تدشين هذه الكنيسة على اسم شهداء الأردن الذين قضوا حياتهم إبان الاضطهادات جميل جداً ومؤثر جداً أن تسمي البطريركية اللاتينية هذه الكنيسة الجديدة والجميلة تسميها بكنيسة شهداء الأردن هذا يضل على أن بلدنا هو بلد القداسة فالسيد المسيح تعمد هنا على يد يوحن المعمدان وهذا المعمدان استشهد هنا في مكاور وبعدهما عاش هذا شهود وشهداء مستعدين لإعطاء حياتهم وسفك دمائهم في سبيل الإنجيل والمسيح والكنيسة وعمل الخير إنهم شهداء الإيمان الذين تكرمهم الأجيال إن دمائهم كانت ولا تزال بضاراً للحياة المسيحية وانتشارها وختم غبطته العظة بشكر المتبرعين وأفض شكراً لقدس الأب حن كلدان راع الكنيسة الذي سهر على بنائها أحيي أمامكم وبكل عرفان جميل ومحبة أخوية كاهن هذه الكنيسة الذي التعب كد ناضل بكل حب وإيمان حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من بناء جميل وفن متقن أرجوكم تحية خاصة وفي نهاية الاحتفال تبادل الحضور التهاني والتقاط الصور التذكارية في لحظات روحية تاريخية تشسد أفراح الرجاء في الكنيسة الأرضية المتألمة إلى الكنيسة السماوية الممجدة في انتظار الزمن العتيد تشسد أفراح الرجاء في الكنيسة السماوية